موسيقى او اسكريم الباسكين روبينز اشتهر من زمان وحنا نعرف هذا الحلاء واشتهر مكوناتي سهلة وبسيطة عندي اثنين بسكوت الشاي وعندي علبتين قشطة دريمويب حاخذ منه علبتين وعندي واحد حليب مركز محلة اذا تبغي الكمية اقل تقدر تاخذ علبة قشطة واحد دريمويب والحليب المكثف نصه يونسيت و جبنة كيري ستة كيري مراعي المهم جبنة كريمي اذا ما عندك مثلثات ستة حبات طبعا اذا هتاخذ نصف الكمية هتكون ثلاث حبات انا اليوم هستخدم ستة حبات سيتة حطها ذحيم هنا مع المقادير لكن هكتب لكم المقادير كلها صندوق الوصف طيب بس في معلومة بسيطة قبل ما ابدأ في خلط المكونات عندي واحدة مرة سألتني ايش الفرق بين القشطة وشبيهة القشطة هذي شايفين مكتوب عليها قشطة في انواعه اكيد الكل لاحظ في انواع كثير مكتوب عليها شبيهة القشطة قالت لي هي نفسها ولا في فرق لا اكيد في فرق كثير اصلا متى طلعت شبيهة القشطة يمكن قبل سنتين ثلاث سنوات طلع شي اسمه شبيه القشطة اول ما كنا نعرف كل العلب مكتوب عليها قشطة ليش لان قبل او اعتقد في عام 2019 هيئة الغذاء والدواء اجبرت الشركات انهم يكتبوا المكونات اللي في مشتقات الالبان طيب يعني مثلا اذا في المكون ما هو من منتجات الدهن الحيواني اذا مو دهن حيواني اجبروهم انهم يكتبوا شبيه طيب ايش هو الشبيه هذا الشبيه اللي هو الزيوت المهدرجة او الدهون المهدرجة طبعا غير صحية ابدا ويمكن مو بس القشطة يمكن الان طلع ترى في العجبان لو تلاحظوا شبيهة الجبنة المزرلة شبيهة المزرلة شبيهة الحلوم موجود في كل البقالات والسوبر ماركت موجود شبيه فانتبهي الافضل انك تاخذي اللي مكتوب عليها قشطة وتبعدي عن شبيهة القشطة او شبيهة الجبنة لانها كلها دهون مهدرجة طبعا الدهون المهدرجة مضرة الدهن الحيواني اكيد مضر يعني بس بدرجة اخف من المهدرجة طيب الان راح احط في الخلاط القشطة والحليب المكثف والجبن والدريمويب واخلطه هنا عندي قالب مستطيل غلفته بالنايلو من جوه وخليته خارج على الاطراف عشان بعد ما يبرد اقدر اني اخرجه بسهولة ما يلصق في القالب طيب حطيت شوية من الخليط لاني ما ابقى على طول البسكوت في القاع ووقت ما اقلبه يكون كله تحت متركز فحطيت شوية وبعدين بحط بسكوت وارجع حط باقي الخليط شايفين كذا البسكوت كسرته يعني ما خليته سليم زي ما هو ولا كسرته وراح اضيف ذحين باقي الخليط شوية وارجع اضيف بسكوت وخلاص واخر شي خليط حاكتفي بواحد بسكوت ما ابغى اثنين ويكون مرة كثير حاكتفي بعلبة واحدة من البسكوت كذا خلاص صبيت كل الكمية راح اغلف القالب الان وادخله الثلاجة يعني يبرد مو ثلاجة عفونا الفريزة راح اخلي انا ليلة كاملة يعني هي الان حاخلي في الثلاجة ومن بكرة استعمله انا زينه ويكون شكله النهايي فانتي مو اقل من ست ساعات يكون في الفريزة خلاص اذا الان حاغلفه وادخله الفريزة هذا شكل الحالة بعد مرور ليلة وانتركته ليلة في الثلاجة راح اخلي شوية بره عشان اقدر اقلبه لان ذا حين جامد مرة بس شوية عشان اقدر اقلبه واذا مستعجي لمره تقدير تحطيه في موية دافيا انا افضلت خليه على طبيعته شوية كذا دقائق بعدين تقدري تقلبي صحنة تقديم هنا بعد ما قلبته وحطيت عليه كورنفليكس ممكن تزيني بالطريقة اللي تعجبك كورنفليكس مكسرات راح احط هنا عليه سوس الهرشي تبري توفي سوس فراولة اللي ريحك واللي تحبه عائلتك انا اكتفيت بالكورنفليكس وصوص الشوكولاتة حالة بارد وعرفنا باسم باسكن روبينز لذيذ وبارد جربوا باذن الله يعجبكم وعلينا وعليكم بالفافية اشتركوا في القناة سؤالし منظر ترجمة نانسي قنقر